محاور النقاش الوزير الأول عرض مخطط عمل الحكومة ماما المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة نحو تعزيز دعائم الانعاشي الاقتصادي ومخطط عمل الحكومة ديناميكية استباقية وإصلاحات هيكلية في قطاعات أساسية أهلا بك مرة ثانية أستاذ تابعنا وكانت فيه قرارات في القرارات وما جاء في مخطط عمل الحكومة أيضا نلتمس أنه فيه إرادة سياسية ولكن دائما الإشكالية في أهليات التطبيق كما عشرنا منذ قليل ما الذي ينقص الجزائر تكون لها انطلاقة اقتصادية حقيقية والله صراحة ينقصها أي شيء موجودة كل الأمور موجودة وشوف بش نكون صراحة يعني عندما نشوف اليوم برنامج سيد رئيس الجمهورية نحس أن هناك مشروع نهضة بالنسبة للجزائر فيه نموذج اقتصادي جيد ومشروع نهضة بسفة عامة يعني هنا إرادة بكل جوانب يعني حسابة اقتصادية وغير اقتصادية نلاحظ أن هناك مشروع مثلا عندما رأس الجمهورية تكلم على مثلا عن رياضيات وتحسين مستوى رياضة في الجزائر ومستوى التكنولوجيا في الجزائر هو كذلك يعبر عن نوع من الرؤية المستقبالية الاستشرافية بالنسبة إلى مكانة العلوم في أي بلاد وبلاد بدون علم ما تراشو بعيد نونك هذا يعني كان في مكان البسيط يعني فقط ولكن بصفة عامة هناك نلاحظ أن صراحة هناك إرادة لبناء جزائر جديد وبالتالي هذه الأمور إرادة موجودة وهذا مهم جدا الموارد سواء موارد مادية أو إنسانية موجودة خاصة هنا عندنا عنصر الشباب يعني اللي عنده القوة والحماس وخاصة هنا متعلم اليوم وإلى آخره نونك موجود ما كان خاصة هناك مخطط عمل الحكومة كان موجود والأوم اليوم عندنا مخطط أحسن من اللي كان ولكن موجود وأنا أعتبره قلت لكم من ناحية المحاور الأساسية وهي محاور إيجابية جدا قلت لكم كما ما يخصنا فقط هو أنه أن نذهب إلى التدقيق فحتى ناصر المبتغى يجب أن ندقيق في أمورنا وأنا عدة مرات كنت تكلمت معك في البلاطا كنت أتمنى وكان كان عندنا محافظة سامية للتخطيط مثلا لترافق والاستشراف والاستشراف ترافق عمل هذه الحكومة والتي تستطيع أن تبسطها وتدقيقها لتجعلها عملية هذه الإجراءات وتكون همزة وصل أيضا بينها مختلف في القطاعات بطبيعة الحال كذلك كان ممكن أن يلعب الدور هذا هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك كان قادر يلعب دور هذا كنت حاب نشوف على الأقل في ظل غياب هذا الهيئة على الأقل كناس يلعب كذلك هذا الدور كان قادر يلعب كذلك دور مرافقة كيف له أن يسمح بتدقيق في هذا الأعمال ويرافق الحكومة خاص لأن الحكومة لها كذلك عمل سياسي وعمل إدارية وإلى آخره وكما قلت كذلك مهم هو تنسيق ما بين مختلف لأنه لك تقاطع بين مختلف الأعمال على الوزارات فكيف نضبط ذلك المشروع الذي يكون يرجع بالخرع البلاد وبأحقل التكاليف خاصة أنه كما كلنا نعلم اليوم أنه من ناحية المالية هناك محدودية من هذا الجانب جميل في مقترحات أخرى لم تدرج في مخطط عمل حكومة تتمنون ربما أن يتفطن لها نواب الشعب ويقترحونها هل هناك مقترحات غابة ربما على مخطط الحكومة ترون بأنه يجب أن تدرج يجب أن تكون أو لها مكانة في مخطط عمل الحكومة في الشيخ الاقتصادي طبعا في طابعة الهال هنا نشوف صفة عامة نقدر نقوله جيد فقط بعد من نسبة القطاعات مثلا عندما ندفع بمجموعة من القطاعات يجب أن نراعي الجانب الأول هو الجانب الميزة التنفسية لبلدنا خطاع التجارة مثلا في عمل كبير يجب أن موطنيا ومحليا أنه في مشكل كبير قضية الأسعار اليوم مادة واحدة في ولاية بسعر في ولاية مجاورة بسعر في حي بسعر في حي آخر بسعر في نفس الولاية يعني في عمل من أجل الضبط أيضا السوق الوطني لا شو عمل الضبط أنا لا أعتبره من برامج من الحكومة لأن هذا هو تخطيط يعني ماذا يريد ما هو الشكل الاقتصاد الذي نريده أما عملية الضبط فهي عملية دائمة وروتينية بالنسبة إلى قطاع التجارة وبتالي فهم هي مهما كان طب العمل الحكومي يجب أن تكون من هذه الإجراءات ما نقدرش نقوله أن هذه الإجراءات تكون إلا في قطاع في عمل الحكومة وفي برنامج آخر ما تكونش لا هذا عمال دائمة يعني هناك لأنه اقتصاد السوق بصفة عامة ومجموعة من الأسواق والأسواق تخضع إلى قانون الطالب والعرض ويجب أن يكون بحسب المفهوم الاقتصادي اللي عندنا بمنسبة الاقتصاد يعني قصاد السوق يجب أن تكون تنافسية تامة بين عدد المشاركي عدد الشركات الموجودة وبالتالي إذا كانت انت بطبيعة الحال إذا كانت عواض تكون عندك عدد كبير من المتنافسين ويكون عندك عدد صغير فقط وبالتالي تناع عديم المنافسة ويصبح الاحتكار وبالتالي يكون اختلال في السوق وبالتالي يجب على كل ماش فقط تجارة تجارة ولا في القطاع المالية ولا في القطاع السلع والخدمات أو في قطاع العمل سوق العمل كلها يجب أن نوفر عدد كبير من المنافسين حتى نضمن هذا الضبط في السوق وعدم الاحتكار ووجد عدد كبير من المنافسين لذلك هذه كما يقولون سيتام مينيمومس يعني هو الأصل في اقتصاد السوق يعني إذا ما كانش هذا الأمور ما قدوش نتكلم على اقتصاد السوق ما لا اقتصادها داخل يعني نظام واحد آخر نغير النظام مثلا في النظام المخطط يعني اللي كنا فيه في ثمانينيات وسبحينيات أو كما يعرف النظام الاشتراكي هنا لا ما نسحوش منافسة لأن الدولة هي تتخطط والتي هي تنتج وهي توزع وكما نحتادوش يكون عدد كبير من المنتجين والسعر محدد من طرف الدولة الآن بما أنك عندك منافسة هنا يجب يكون عدد كبير من المنافسين حتى ما كاش وحد فيها يتحكم في السعر وما يقدش يفرض نفسه على الآخرين وبالتالي ما يفرض نفسه على المستهلك ذلك إذا هذه الألية ما تحققش هذه الشرطة الأساسية ما تحققش بطبيعة الحالة ستكون هناك احتكار والاحتكار رح يولد هذا النوع من الممارسة وبالتالي هذا الأمور يعني مفصول فيها يعني لازم تكون يعني ما فيهش مشكلة أنا فقط قلت لي أنه من ناحية القطاعات قلت لك دائما بناحية الاشتراتيجية أنا قلت لي ماذا سوء يتركزنا في القطاع على قطاع السماعة السيدلانية وقطاع المياه وكان أمور أخرى نعطمتها لنا نعطمتها ميتال باصية يعني مش ما رحوش بعيد حنا الجزائر بلد منتج للطاقة ومصدر للطاقة حنا نصدر على شكلها الخام إذا الآن دخلنا من الناحية الاستراتيجية ومن ناحية تنافسية من معنى عناميزة تنافسية دخلنا الطاقة في إنتاج سلع أخرى وبالطالي حولناها إلى سلع أخرى سنزيد من قيمة المضافة في الجزائر سنزيد من فرص لعمل في الجزائر سنزيد من مداخل في الجزائر سنزيد من تصدير في الجزائر فبالتالي كان من الممكن أن ندفع أو نخلق الشروط لدفع مجموعة تلك القطاعات التي تستهلك الكثير من الطاقة ونصدر ذلك المنتج مثلا قطاع الحديد والصلب يستهلك الكثير من الطاقة قطاع مثلا بيتروكيميا يستهلك الكثير من النفط والغاز يمكن نحوله هنا ونذهب من بيعه في الخارج كذلك مثلا الصناعات التحولية كذلك معروفة أنها بلي صناعات التحولية كذلك لها مستهلكة كثير للطاقة وبالتالي يجب أن نضبط استراتيجية لكيفية نطور هذه الشعب من الألف إلى الياء يعني ما يبقاش فقط كلام نريد أن نطور ذلك القطاع ولكن كيف وكيف نطور كل مراحله حتى نعظم القيمة المضافة التي تنتجه في الجزائر وبالتالي نخلع علاقة بنسبق الثروة ولكن خاصة مناصب الشغل بالنظر إلى المعضلة التي لدينا وهي معضلة النموذ ديمقرافي السريع لما أنه كل سنة هناك زيادة بمليون نسمة في الاقتصاد الوطني شميل شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بخار أستاذ اقتصاد جامعة الجزائر وجدك معنا اليوم على ذا النقاش أيضا وتمنى دائما الأفضل وأن ينجحها مخطط عمل الحكومة الذي عرض اليوم على نواب الشعب إن شاء الله وأنه شخصيين يعني أظن أن يجب على كل جزائر وجزائرية أن يساند الحكومة لإنجاح البرنامج فنجاح البرنامج ونجاح سيد رئيس الجمهورية وهو نجاحنا جميعا وهذا ما نتمنىه إلى بلدنا إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ محمد بخار شكرا جزيلا لك رأيكم بقية أخبار